طيب اللي وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوين من موقع الصحوانت بعد أن حرموا من آبائهم ميليشيا الحوثي تؤجر سكن الأيتام بصنعه ومن موقع عدن الغد هربوا نحو وجهتين عدن عاصمة من دون قضاء ولا محاكم ومن موقع بلقيس الحوثيون يسلبون تجار إب بضائعهم أهلاً بكم تواصل الميليشيات جرائمها وانتهاكاتها بحق أيتام اليمن تلك الشريحة الأضعف التي تعددت معاناتها واتسعت رقعتها جراء انقلاب الجماعة الحوثية على الصوت الشرعية وآخر عام 2014 وعن هنا الموقع سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق الأيتام في صنعه مصادر في صنعه كشفت عن تحويل جماعة الحوثي مؤخراً لأجزاء كبيرة من مقر المؤسسة اليتيم الخيرية في العاصمة صنعه إلى مدرسة أهلية بهدث الاستثمار المادي للميليشيات والتي تذهب عوائدها لصالح المجهود الحربي ولقتال اليمنيين عاملون في مؤسسة اليتيم بصنعه تحدثوا عن أن الكادر العامل في المدرسة التي تزمع الميليشيات افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي جلهم من أتباع الحوثيين وعد العاملون تلك الخطوات يشكل خطراً على مستقبل ما تبقى من الأيتام داخل المؤسسة وكذا العملية التعليمية برمتها وقالوا أن الميليشيات تسعى من وراء ممارساتها إلى تكريس احتلالها لمؤسسات ومراكز إيواء الأيتام وكذا إنشاء مدارس أهلية خدمة لأهدافها الطائفية وأشاروا إلى أن تحويل أوقاف الأيتام إلى مشاريع استثمارية تتبع الميليشيات الحوثية يعد اعتداء صارخ على القانون وحقوق اليتامة وتعرضت مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعه ومناطق يمنية أخرى إلى اعتداء واحتلال وعمليات نهب واسعة من قبل العصابة الحوثية إلى جانب استغلال المئات من طلابها الأيتام للزج بهم في جبهات القتال منذ سيطرة مسلح والانتقال على العاصمة المؤقتة عدن توقفت حياة الأهالي واتباعا توقفت الخدمات التي كانت تبيز المدينة عن غيرها وكثيرا من المصالح أغلقت أبوابها أواخرها هذه المشاهد وفقا لموقع عدن الغد المحاكم وعنونا الموقع حول المحاكم توقف عمل المحاكم بعدن عقب مغادرة أغلب القضاء إلى خارجها وقال الموقع توقف عمل عدد من المحاكم بعدن مؤخرا عقب مغادرة غالبية قضاء المحاكم إلى خارج المدينة بسبب الأحداث الأخيرة وتعرض المجمع القضاء للنهب وعلمت عدن الغد أن غالبية محاكم المدينة توقفت عن الفصل في القضايا بسبب غياب القضاء ولكن إلى أين تجه يفيد الموقع أن هناك وجهتين غادرة غالبية عظمى من القضاء وعضاء النيابة العامة إلى مصر والمحرة اليمنيون وحكام الإمارات تحت هذا العنوان كتب خالد عبدالهادي مقاله المشهور في موقع الصحوة في موقع المصدر أولاين مضيفا في وقت ما وإذا لم يلقى ردعا ملائما سيتصعد خطر نظام حكام الإمارات في تحطيم أي محاولات لاستقلالية أداء الدولة اليمنية إلى أن يصير خطرا مصيريا يتجاوز الدولة إلى الشعب والأرض والمشتركات اليمنية التي كانت تعيد تشكيل الدولة بعد كل غروب لها طوال حقاب عدة فالغرب المهموم بمحاربة الإرهاب يبدو في ذروة ولعه بأداء الإمارات في مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الأربع الماضية في جنوب البلاد مع كل ما أتخلى له من فضائع وانتهاكات لحقوق الإنسان واستهداف أبرياء كثيرين تحت هذه اللافتة وليس متوقعا أن تنهي دول الغرب توكيلها للإمارات لشغل هذه المهمة أو أن تحملها على مراجعة أدائها وتنقيته من الانتهاكات لأن الطريقة التي نشطت بها الأخيرة في مكافحة الإرهاب في الجنوب منسوخة من الطريقة الغربية خصوصا الأمريكية بكل ما فيها من صلف القوة المفرطة والاستخفاف بالتشريعات الدولية والوطنية والهمجية الناشئة عن غرور القوة والخواء الحضاري لذا لا تعويل على الموقف الدولي حيال استهداف الإماراتين للدولة اليمنية فهو رهين صفقة المقايضة هذه وخدمات أخرى يقدمها الأخيرون للقوى العالمية الكبرى لسوء الحظ فالسعودية في وضعية غير اختيارية تجبرها على السير إلى جانب الإمارات ما دامت عملياتها العسكرية ضد الحوثيين مشروطة بمواصلة الحرب على الإرهاب وهي الحرب التي تولتها الأخيرة في الجنوب مثل ما تتولى أيضا تسويقها لدى الغرب أما حال القيادة اليمنية برياستها وحكومتها وبرلمانها فليس بخاف ضعفها واتكالها ومن ثم عدم قدرتها على إنهاء التهديد الإمارات بالأدوات الرسمية منفردة إنما أمامها خيارات واسعة يرتكز أفضلها على تعبئة أفراد الشعب لمجابهة هذا التهديد وتبني الرعاية لأشكال من المواجهة غير الرسمية وسيكون الشعب قادرا على إدارة هذه المواجهة وفرت ميليشي الحوثي حلا جديدا لمن تطلب منهم المال لدعم جبهاتها ويعتذرون لعدم وجود المال لديهم الحل بدأ من محافظة إب وفقا لموقع بلقيس بعد استنفاذ التجار ماليا في إب الحوثيون يفرضون مواد عينية لدعم الجبهات وقال الموقع إنه في محافظة إب لأول مرة تفرض ميليشيات الحوثي على التجار وكل أصحاب المحال إتوات عينية مواد غذائية تحت مسمى دعم المجاهدين وأسر الشهداء تأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من ابتزاز الحوثيين للتجار والمحلات كإتوات نقدية لما يسمونه المجهود الحربي لدعم المقاتلين في الجبهات ويشكو صاحب محل مواد غذائية لبلقيس أن ميليشيات الحوثي فرضت عليه إتوات عينية بما قيمته 32 ألف ريال يمني يقول الجعشني بحسرة ركود في البيع والشراء لا يوجد حركة لم نستطع دفع إيجار المحل 85 ألف ريال وهؤلاء يأتون ينهبون الناس محلاتهم وأخرج الجعشني من خزنته سند السلام بالإتوات العينية التي أخذتها ميليشيات الحوثي وعليها شعار وختم ما يسمى لجنة التعبية العامة وتحتوي الكمية على كراتين فاصوليا وعصير ورز بما قيمته 32 ألف ريال في ذات الموضوع نطالع تقريرا من موقع يمن منتر إتوات الحوثيين تشعل أسعار الخضروات في صنع قال الموقع أن ميليشي الحوثي تسببت بموجة غلاق أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية عبر فرض إتوات وجبايات مالية على المزارعين الواصلين إلى الأسواق المركزية في صنع لبيع محصولهم الزراعي قال مالك نقطة بيع للخضروات في سوق ذهبان ليمن منتر أن مندوب الحوثيين يقوم بيعطاء ورقة مكتوب عليها ضريبة بعشرين ألف أو ثلاثين أو خمسين ألف على حسب عدد السلال لكل مزارع وقال أحد المزارعين ليمن منتر إذا رفض المزارع تزديد المبلغ فإنه يمنع من دخول السوق المركزي ومن يتأخر عن السداد إلى بعد الساعة الواحدة فإن جماعة الحوثي ترفعها إلى الضعف بدلا من عشرين ألف لا يقبل منه أو لا يقبل منه إلا أربعين ألف ريال من جانبه يقول مالك محل بيع الخضروات أصبح البيع والشراء صعب جدا في ظل قيام المزارعين برفع الأسعار ونحن لا نلومهم لأنهم يتكبدون إتوات فرضت عليهم من قبل الحوثيين دجل الفكر تحت هذا العنوان كتب ممدوح عزام مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا في أجزاء من المقال امتلأت ثقافتنا في السنوات الماضية بالجعجعة الصاخبة عن الآخر والحوار مع الآخر فلقد كشفت السنوات الماضية أي منذ عام 2011 حجم الزيف والادعاء والتزوير والمداهنة التي كان معظم من يتحدثون بممكنات الحوار مع الآخر يضمرونها خلف أصواتهم العالية المنادية بهذا المطلب بدنا بعيدين للغاية عن أجواء الحوار فكلما تقدم الزمن بناء زاد حجم الصراع والاقتتال وزادت المذابح وكلما سقط قتيل أو سال الدماء ألغت الأطراف المتحاربة أو المتصارعة أجزاء من اقتراحات العيش المقبل المحتمل مع الآخر لم تكن القضية دجلا في الفكر وحسب بل في الحياة ذاتها تلك الحياة التي لم يدافع عنها مثقف الحوار حين عمد السياسي إلى تحطيمها برصاصاته ومدافعه وحين نتذكر كمية الآخر التي حشيت بها النقاشات القديمة في السنوات التي سبقت ربيع العرب وحجم الارتداد الذي صاحب السنوات التالية ندرك أن المسألة كانت تمثيلا رديئا أو كانت ترى الآخر عدوا مؤجلا حان الآن موعد الكشف عن حقيقة الموقف منه ومن وجوده إنه العدو والعجيب أن يكون هذا العدو من الدين الآخر أو الطائفة الأخرى أو المذهب الآخر أو القومية الأخرى من الذين يعيشون معا في بلد واحد وهكذا فإن الكثيرين ممن كانوا يتبنون فكرة الآخر والحوار مع الآخر صمتوا تجاه المذابح التي كان هدفها هذا الآخر ذاته وصمتوا تجاه التدخلات العسكرية الأجنبية التي تقتله ومن بينهم من أيد هذا التدخل بلا تردد والغريب أن يكون العالم كله قد أخذ هذه الوجهة وأفضع ما في الأمر أن يتفق الجميع على آلية جديدة لمواجهة استحقاق الكف عن احترام الآخر هي آلية الصمت المدعومة باقتراح جديد لقد وجد الحل في مفردات أخرى توفرت بكثرة يمكن أن تكون الإرهابي أو الطائفي وقد تقدمت لكي تريح ضمير كل من أراد أن يتخفف من وجود الآخر يتزايد عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخين في اليمن يوما بعد آخر جراء نقص الغذاء خصوصا في المحافظات الساحلية عن هذا تتحدث طحيفة العرب الجديد فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإنساني والصحي الحدي من توسع رقعة انتشار سوء التغذية لأنه انتشر بطريقة لافتة في مدن كانت قد كانت حتى وقت قريب خالية منه محمد فهد يبلغ من العمر أربعة عوام يعاني من سوء التغذية ما تسبب في إضعاف مناعته يخبر والده العرب الجديد أنه راح يفقد الرغبة في تناول الطعام والشراب بشكل تدريجي ما أدى إلى انخفاض وزنه خلال أقل من شهرين بعدما خف وزنه بشكل كبير يضيف والده نقلناه إلى مستشفى خاص في أمانة العاصمة صنعاء لتلقي العلاج فتبينت إصابته بمرض سوء التغذية من جراء التغذية غير السليمة يقول والد الطفل أيضا أن التشخيص فاجأني فأوضاعنا المعيشية مستقرة وأنا لا أذكر أنني قصرت يوما في توفير أي من احتجاج طفلي منذ ولادته وحتى الآن ويضيف والد محمد أن الطبيب وصف لطفلي بعض الأدوية والمكملات الغذائية وفي خلال الأسبوع الأول من العلاج تحسنت حالته بشكل كبير وتقرر خروجه من المستشفى على أن يعود من حين إلى آخر لمتابعة علاجه وبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من مليوني طفل يمني يعانون من سوء التغذية فيما يقضي طفل واحد في كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها بما في ذلك سوء التغذية كذلك فإن نصف فيات الأطفال دون الخامسة في اليمن تعود إلى سوء التغذية وإذا كان أحد الأنظمة التي قامت ثورات الربيع ضده يلقى دعما لتنظيم سباق رياضي قرب مواقع أعدام فإن التجربة الناجحة تواجه تحديات كثيرة وفقا لصحيفة ساندي تايمز تونس الأمل الأخير للربيع العربي تعاني لإيجاد ما يجدي في الديمقراطية وتقول الصحيفة الانتخابات الرئاسية ينظر إليها على أنها اختبار هام لما إذا كان بإمكان الديمقراطية أن تزدهر في منطقة عادة ما ترعرعت فيها السلطوية على أنقاض الآمال المنعقدة على الثورة وتضيف أن الفترة التي سبقت الانتخابات شابتها الكثير من مزاعم الفساد بين المرشحين للرئاسة الذين يبلغ عددهم 26 مرشحا ويمثلون خليطا مثيرا للحيرة بالنسبة للناخبين وتقول الصحيفة التي ترجمتها البي بي سي أن المرشحة عبير موسى واحدة من بين امرأتين ترشحتها للانتخابات مؤيدة مخلصة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتود حضر الإسلام السياسي وتتابع التونسيون أمضوا خمسة أعوام من الاستقرار النسبي بسبب اتفاق تقاسم السلطة بين العلمانيين والإسلاميين ولكن البطالة والفساد الذين الديالي الانتفاض في تونس ما زال متفشيين ولم تقضي عليهما عدة أعوام من الثورة وما زالت الصف والحاكمة تعنى بنفسها ومصالحها أكثر من اهتمامها بالشعب إليكم مختطفات من قصة واحد من أبرز الحكام الدكتاتوريين في العالم والذي توفي قبل أيام وقد أدخل بلاده في مآس بلا حدود إنه رئيس زينبابويا السابق روبرت موغابي وتبدأ قصته من طفولته وقد نشرتها صحيفة الإيكونوميست في افتتاحية ترجمها إلى العربية على الدين أبو زينة كثة خجول ليهن العريكة لم يبحث عن أصدقاء في كتامة قريته وفي وقت لاحق اعترف بصراحة لقد عشت في داخل عقلي كثيرا أحببت التحدث مع نفسي وإلقاء بعض القصائد وما إلى ذلك وكنت أصف الأشياء بصوت عالي لنفسي وقد حمل الكتاب بيد والصوت بالأخرى وقد تذكر أعوامه الأحد عشر التي قضاها خلف القطبان بسبب معارضته حكم الأقلية البيضاء على قطعة من الحياة سرقت بلا معنى ومرة أخرى ساعدته الكتو على الاستدامة حصل على سبع درجات علمية وكما فعل مع مندلة أكسبه السجن أيضا مصداقية سياسية طوال حياته وأجه منافسه بطريقة ما ميتات غريبة في الوقت المناسب القليلون أحبوه والبريطانيون سخروا منه في بعض الأحيان وفي الوطن اعتقد الناخبون غير ذلك واندفع ماضيا باكتساع إلى نصر حقيقي مجيد في أول انتخابات حرة في العام 1980 كان الزمبابيون من بين أفضل الشعوب تعليما في أفريقيا وشهدت الأمسيات في مقر الدولة رئيس الوزراء وهو يقوم بتدريس موظفيه شخصيا ادعى الرئيس أن البريطانيين حنثوا بوعدهم بشأن دفع تكاليف إصلاح الأراضي اعترف بأن رجال أمنه ارتكبوا بعض التجاوزات عندما تم إحراق سكان مجتمعات قروية بأكملها في أكواخهم وأنكر الحديث عن عشرين الفضحية ووصف نفسه بأنه متسامح فإلا لكنت قد ذبحت الكثير من الناس ومع ذلك شجعه خوفه من المحاكمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على التمسك بالمنصب لم يرى مجامي مطلقا أي مأساة في فوضى بلده وتوتره ورآها فقط في تدخل الغرباء أو التهديدات الشريرة من المنافسين عندما سئل عن سبب خوف الناس منه قال مقابي إنه يعتقد أن ذلك ربما لأنني هادئ وأيضا لأنني أؤمن بما أقوله وعندما سألته مجلة الإيكونوميست بينما كان قد قطع شوطا جيدا من ثمانينيات عمره عن وقت تقاعده ضحك وقال إنه سيحكم حتى يبلغ مئة عام وكانت مأساة زمبابوي هي مدى قربه من الوفاء بذلك الوعد صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية نطالع منها تقريرا بعنوان مضمار لفورملا ون بالقرب من موقع الإعدام الجماعي في سوريا يقول التقرير أنه تم استخدام أموال من فورملا ون لتمويل بناء مضمار للسباق في سوريا على بعد بضعة كيلومترات من سجن أعدم فيه نحو 13 ألف شخص يقول التقرير دوثاق لفورملا ون أوضحت أن نادي السيارات السوري حصل على تمويل لتدريب جل جديد من السائقين للتنافس في مسابقات محلية وفي عام 2017 قالت منظمة العفو الدولية أن النظام الرئيس السوري بشار الأسد أعدم نحو 13 ألف سجين في سجن سيدنايا وسط ما وصفته المنظمة بحملة تعذيب ومنهج دامت خمسة عوام ويقع سجن سودنايا بالقرب من الموقع المعتزم لمضمار السباق أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 14 يوما على الممثلة الأمريكية فيليستي هوفمان وفقا لصحيفة الشرق الأوسط بعد أن أقرت هوفمان بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها في الجامعة هوفمان بطلت مسلسل ديسبريت هاوس وايذيز التي رشحت من قبل لنيل جائزة الأوسكار اعتذرت عن تصرفاتها قبل النطق بالحكمة الذي شمل تغريمها 30 ألف دولار مع بقائها عاما تحت المراقبة وطالب الادعاء بسجن هوفمان لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب وهي تبكي في مايو فيما يتعلق بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها في اختبار للقبول في الجامعة كما طالبت الادعاء بتغريمها 20 ألف دولار وابقائها عاما تحت المراقبة ودافع محامي الممثلة بالقول إنها نادمة وتشعر بالعار وحث المحكمة على السماح لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضي عاما تحت المراقبة وتكمل 250 ساعة في الخدمة الاجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف دولار هوفمان واحدة فقط من بين 51 شخصا أو 51 شخصا وجهت لهم اتهامات في مخطط واسع النطاق تهم فيها أولياء أمور أثرياء بالتآمر واستخدام الرشوة والسبل أخرى للتحايل لضمان دخول أبنائهم جامعات بارزة شملات ويلستنفورد وجورجا تاون الفاعلون الجدد تحت هذا العنوان كتب باسم الطويسي مقاله في صحيفة الغد أكثر ما تتفق حوله البحوث الجديدة أن القوى التقليدية أو ظاهرة قادة الرأي التقليديين في طريقها إلى الزوال أو زالت في بعض المجتمعات وأن القوى الجديدة ما تزال تتشكل فيما تذهب بعض الأراء إلى أن ما تحدثه هذه القوى من تأثير لا يعد أكثر من تشويش على السطح دون أن يدخل في العمق علينا الاعتراف بأنه رغم كل الضجيج وفوضى الأراء لا يوجد لدينا تقاليد الاهتمام بالشأن العام وهذا ينعكس في أشكال المشاركة والمساءلة وحتى نؤسس لمجال عام جديد علينا أن نفهم القوى الفاعلة الجديدة والقديمة وكيف يعمل كل منهما في هذه البيئة في المقابل نلاحظ طبقة أخرى من الهشاشة المجتمعية في سرعة الانفعال المجتمعي وردود الأفعال السريعة للقواعد الاجتماعية التي قد تخلق حالة استقطاب هائلة ومزعجة في الرد على نكتة أو صورة أو معلومة مزيفة أو إشاعة هناك حالة ضعف وانسحاب واضح في أداء الكتل الاجتماعية المرشحة أن يولد من بينها الفاعلون الجدد وفي المقدمة الشباب والمؤسسات المجتمعية المدنية التي يكتفي بعضها بمراقبة المشهد وأحيانا تعفي نفسها حتى من أن تكون مراقبا أو شاهدا وينسحب هذا بصورة أقسى على الكتل الاجتماعية الحيوية مثل مجتمع الأكاديميين وحتى رجال الأعمال علاوة على كتل المثقفين العضويين الذين هم طليعة المجتمع العارفة التي من المفترض أن تكون بمثابة الكتلة التاريخية التي تتكون من مختلف الفئات ومن مرجعيات فكرية وسياسية متعددة يجمعها الإيمان بالتعدد واحترام الاختلاف وحد أدنى من الاتفاق على مفهوم الصالح العام تعد كولكاتا التابعة للهند آخر مكان على وجه الأرض لا تزال فيه عربات لليد تنقل الناس والبضايا عبر الممرات الضيقة بواسطة رجال ذوي أقدام عارية يسحبون الآخرين لمدة 18 ساعة في اليوم في الحرارة والمطر مقابل بضع روبيات فقط فقراء الهند يأتون إليها بحثا عن عمل تاركين عائلاتهم في القرى متابع معكم بعضا من الصور الملتقطة لهم والمنشورة في صحيفة الغارتين تاركين عائلاتهم في القرى لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره هناك من يعبر بالكلمات والصور وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد من بين هذه الفنون الكريكاتير الذي أصبح أسلوبا لقول الكثير مجموعة من الرسوم في الجولة الأخيرة لحلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر بهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم الكشف الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر